ننتقل الآن إلى هذه الكلمة المسجلة لقائد قوات دعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحمدتي الصلاة والسلام على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة وتم التسليم أيها الشعب السوداني العظيم جنودا لشابس الأبطال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مثل هذا اليوم من العام الماضي بينما كان السودانيون يستعدون لاحتفال بإطار فضل المبارك ويحملون آمالا عريضة وطموحات كبيرة باختتام العملية السياسية التي كانت سوف تؤسس لنظام انتقال جديد قرر النظام القديم وعناصره في الغوات المسلحة بغيادة البرهان إشعال الحرب بالهجوم على غوات الدعم السريع في جميع مغراته ومعسكراته في بغاء السودان كافة وإدخال البلاد في المازغة الذي تعيش فيه الآن المواطنين الأوئذاء الحرب لم تكن أبدا خيارا لغوات الدعم السريع وكان موقفنا ولا يزال سابتا مع السلام والحكم المدني الديمقراطي الذي تغوده القوة الديمقراطية الحقيقية من كل مناطق السودان لاسيما المناطق المهمشة والنساء والشباب وقد بذلنا نحن في غوات الدعم السريع في سبيل الحكم المدني وإنهاء الحرب جهودا لا يستطيع أنكارها إلا مكابر لقد وافقنا في غوات الدعم السريع في سياق العمل من أجل العودة إلى مسار التحول الديمقراطي على مبدأ الجيش الواحد واتفقنا مع غايد الغوات المسلحة المبادئ التي كانت سوف تحكم عملية الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الواحد ووقعنا في 15 مارس 2023 على برقة الأزو المبادئ واخترنا في ذات اليوم مسلية الربائية والآلية السلاسية والاتحاد الأوروبي في اجتماع بيض الضيافة بأنه لم يتبقى سواء غضية واحدة عالغة متعلقة بالغيادة والسيطرة سوف نعالجها بالتفاوض وأننا سوف نوقع على اتفاق نهائي في الأسبوع الأول من أبريل يخرج جميع العسكريين مرة واحدة إلى الأبد من السلطة لكن لأن نية غيادة القوات المسلحة المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تغويد العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إغامة نظام ديمقراطي تراجع البرهان وغيادة الجيش بالتنزيق مع غيادتهم من عناصر النظام القديم عن تلك المبادئ وأشعل الحرب في الخامس أشهر من أبريل لقد بدأت الحرب بمحاصرة قوة تابعة للغوات المسلحة مع اسكرات تابعة للغوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم ولأننا كنا حريصين كل الحرص على منع أي فتنة أو أزمة يمكن أن تؤدي إلى الحرب قمت باتصال حاتفياً بقايدة الجيش وبرئيس بقايدة الأمم متعدة فولكر وآخرين لكن بعد اتصالات الهادفية بغليل بدأت القوات التي كانت تحاصر القوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم بالهجوم عليها بينما بدأ سلاح الطيران التابع للغوات المسلحة السودانية بشنه أجمات جوية مكسفة ومتواصلة على مأذكراتهم وغوات الدعم السريع ولذلك لم يكن هناك من خيار أمامنا سوى ممارس حقنا الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وصد العدوان هذه كانت هي بداية الحرب التي دمرت الخرطوم والمناطق الأخرى وتسببت في تشريد أكثر من أربع ملايين مواطن منها وشرت الآلاف في دارفور وكردفان وسببت أزمة إنسانية في المناطق التي دور فيها العمليات العسكرية ولا تصلها المساعدة الإنسانية بغرار من قياسة القوات المسلحة هذا بجانب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي تصاحب الحروب دائما شعبنا العظيم جدودنا البواثل إن نجأ الحرب الخامس عشر من أبريل بالدمار والتشريد والانتهاكات التي حدثت هي في الإجرامي لا ينبغى أن يمر دون تحقيق أو محاسبة لذلك نجدد دعوتنا للون المتحدة والاكتحاد الأفريقي بمناسبة مرور عام على هذا الحرب بإجراء تحقيق دولي يبين للسودانين وللعالم الطرف الذي أشعلها ولا ذال يتسبب في استمرارها إلى اليوم إن حرب الخامس عشر من أبريل التي تسبب الدمار لم يسبق له مسيل في تاريخ السودان ولا سيمة في الخرطوم تهدد باتساء نطاقها السلام والأمن في المنطقة الأفريقية وتعرض الأمن والسلم الدولي للخطر لقد تسببت هذه الحرب في خلق أوضاع إنسانية كارثية تلازم الحروب دائماً عندما تطول أمدها إذا هذه الأوضاع الإنسانية والحقوقية المتأزمة قامت قيادة القوات الدعم السريع من بينها خطوات أخرى بما لديها من إمكانيات متواضعة بتوفير الإغاسة والمساعدات الطبية والتنسيغ العمليات الإنسانية في المناطق التي سيطر عليها قواتنا في الخرطوم ودارفور والجزيرة وكردفان المواطنين العزاء جنوداً للأبطال على رغم من هذه الجهود وجهود أخرى قمنا بها لمعالجة أسار الحرب ندرك تماماً بأن يغاف دمار الحرب والمعالجة الحقيقية لغضية انتهاكات حقوق الإنسان يتطلبان إيغاف الحرب الكامل ولذلك بمعالجة أسبابها الجزرية ولذلك انخرطنا بجدية كاملة ونية صادقة في مفاوضات جدة التي ترأهها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وشاركنا بجدية في مفاوضات المونامة بجانب مملكة البحرين التي ترأهها كل من الولايات المتحدة والأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر وخرجت بحثاً عن السلام من السودان من أجل المشاركة في غمة نظمتها دول إيقاد في أغندا لكن قادة القوات المسلة غابة عن تلك الغمة وتضح لنا لاحقاً أنه حينما كنا نحن نبحث أن السلام في كل مكان من جدة إلى المنامة إلى كنبالة كانت غيات القوات المسلحة بالتنسيق مع قيادتها من عناصر النظام الغديم تعدى العدة لاستمرار في الحرب بمهاجمة قوات الدعم السريع في مدرمان والتقدم في بعض مناطقها إذا ذلك لم يكن أمامنا من خيار سواء مواجهاتهم مرة أخرى وتمكننا بفضل الله ثم سباط جسارة جنود الأشابس من يقاف تقدمهم في تلك الجبهة مع نهاية هذا الشهر المبارك بدنا أن البحث عن السلام باللجوء إلى التفاوض قامت غيات القوات المسلحة وغياتتها من أناصر النظام القديم والحركات المسلحة المتحالفة معها بشن هجمات على قوات الدعم السريع في مناطق بولاة الجزيرة وسنار واتمكنت قوات الدعم السريع من الحاق الهذيم بهم جميعا والاستيلاء الأمامي وطمانتاشر عربة قتالية بكامل أتادها والحربي بجانب معدات أسكرية أخرى المواضيع الأوفياء إننا نجدد بمناسبة العيدة المبارك مرور عام على هذه الحرب الكارثية والتزامنا للسودانين وللعالم بالتفاوض ودعم عملية سياسية شاملة لوضحت لهذا الحرب التي فرضت علينا ورفع معاناة أهلنا من النازحين واللاجئين كما ندعو جميع السودانين إلى نبض خطاب الكراهية والجهوية والعنصرية الذي يهدد وحدتنا ويفكك نسينا الاجتماعي ونجدد في هذا الصدد اليوم تمسكنا بالرؤية التي طرحناها لحل هذه الأزمة ويغاف الحرب الغائمة على مخاطمة الأسباب الجزرية للحرب في السودان معالجتها على نحو يرفع المظالم التاريخية ويرد الحقوق ويحق الانتقال السلمي الديمقراطي والسلام المستدام ويغير يطبق العداء الانتقالية ويمكن المواطنين في جميع أطراف السودان من إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسقافية في نظام فدرالي حقيقي يغضي على النزاعات وينهي العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانين لا سيما في أطراف السودان ومحاربة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي وقبول اخترام الآخر ويؤسس جيشا سودانيا جديدا من الجيوش المتعددة الحالية لبناء مؤسسة عسكرية غومية مهنية واحدة تنقى عن السياسة وتعكس التنوع السودانين في غيادتها وقاعدتها وفق الاستغلال السكاني وتقوم بمهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي وتحترم المبدأ السابت في المجتمع الديمقراطي القاضي بخضوع المؤسسة العسكرية للسيطرة وإشراف المدنيين شعبنا العظيم ننعود أن أؤكد في خواتيم حديثي بأن مغاتلي قوات الدام السريع البواسل ليس لديهم أي مشكلة مع شرفاء القوات المسلحة الذين فرض عليهم البرهان وغالس النظام القديم الحرب أننا نرحب بلا تردد في جميع المبادرات الإقليمية التي تحدث إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتغال الديمقراطي في السودان وسوف نسافر إلى أي مكان في العالم بحثا عن السلام الذي يرفع معاناة السودانيين لأننا لسنا دعاة حرب ولم نجعل حرب الخامس عشر من أبريل وليس لنا ولا لشعبنا أي مصلحة في استمرارها ولذلك سوف نتظل أيادنا ممدودة دوما للسلام إننا في قوات الدعم السريع لرغم من سيطرتنا على إقليم تارفور وولاية الجزيرة وأجزاء من كردفان والجزاء الأكبر من ولاية الخرطوم نؤكد مجددا استعدادنا التام لوقف إطلاق النار لكافة أرجاء السودان للسماحة بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممارات آمن المدنيين ولعمال الإغاثة ودي محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل بغامة حكومة مدنية تغود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم لكننا رغم بحثنا عن السلام والحل السياسي والتفاوضي لن نتهاون عن الدفاع عن أنفسنا ومواجهة فلول النظام القديم وعنظر في القوات المسلحة وجهاز المخابرات أو الحركات المسلحة التي اختارت الوقوف مع أعداء التغيير والتحول الديمقراطي والسلام في خيانة كبرى لغضاء الإقليم والمناطقة التي كانت تتحدث باسمها دعوتي في هذا اليوم لإخوتي وأخوات السودانيين ألا يفقد الأمل أبدا في السلام والعودة إلى ديارهم والاستقرار والتحول الديمقراطي فالشمس سوف تشرق صادعة في بلادنا برغم الظلامة الدامس الذي تسبب فيه أن صار النظام البايت بإشعال الحرب من أجل إفشال خطوات العودة إلى المسارة التحول الديمقراطي ورسالة لمغاتلين الأشاوس على امتداد السودان هي إننا نغاتل من أجل غضية وطنية عادلة نغد من أجلها تضحيات كبيرة تصدينا نحن بكل شجاعة وجسارة لها وبذلك وغفنا في الجانب الصحيح من التاريخ إن توجيهات المستديمة المتكررة لكم هي أن تراعوا في خضوءكم للعملات الأسكرية حماية المدنين واحترام حقوقهم وحماية امتلكاتهم وأعراضهم وصول الممتلكات العامة وأذكركم دائما أننا أهل السلام ومتى لاحد في الأفق فرص السلام سلام حقيقي يعالج مشكلات البلاد التاريخية فننتردد أبداً بإغتنامها التحية لأرواح الشفاداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحة والعودة السالم المفغودين والخذي والعار الذين أشعلوا حرب الخامس عشر من أبريل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته